استجدات الأوضاع في سوريا وتونس والتحولات التي تشهدها المنطقة العربية بحثها السيد الرئيس بشار الأسد مع وفد تونسي يضم ممثلين عن أحزاب وحركات سياسية وشعبية برئاسة الدكتور شكري بن سليمان هرماسي الأمين العام لحزب الثوابت التونسي وعبر أعضاء الوفد عن تضامن الشعب التونسي مع سوريا وتقديره العالي لسمود شعبها وتلاحمه مع جيشه العقائدي في مواجهة التآمر والعدوان الخارجي المتمثل بإسرائيل وبعض الدول الإقليمية والغرب الذي يستهدف سوريا بسبب تمسكها بخيار المقاومة والتزامها قضايا العرب الجوهرية وأشدد أعضاء الوفد على ثقتهم بخروج سوريا التي وصفوها بآخر معاقل القومية العربية منتصرة بقيادة الرئيس الأسد مؤكدين أن هذا النصر سيكون انتصارا للعرب جميعا لأن سوريا تعد خط الدفاع الأخير عن العروبة والمصالح القومية العليا وأعرب أعضاء الوفد عن أسفهم واعتذارهم لمشاركة بعض التونسيين المغرر بهم في القتال بسوريا مؤكدين أن الشعب التونسي بكل أطيافه يدرك حقيقة ما يجري في سوريا ونجح إلى حد كبير في الحد من تدفق التونسيين إليها ومشيرين إلى أن الكثير من الشباب التونسي يريدون التطوع حاليا للقتال على جبهة الجولان والوقوف إلى جانب أشقائهم السوريين في مواجهة العدو الحقيقي المتمثل بالاحتلال الصيوني الرئيس الأسد تحدث عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين السورية والتونسي والتي عبر عنها التونسيون بمسيراتهم الداعمة لصمود سوريا مشيرا إلى أن السوريين يقدرون مواقف الشعب التونسي المتضامنة معهم وينظرون إلى بعض التونسيين المغرر بهم للقتال في سوريا بأنهم يمثلون أنفسهم فقط وأكد الرئيس الأسد أهمية دور الأحزاب والقوى القومية والوطنية في مواجهة أصحاب الفكر المتطرف والتكفيري والمخططات الخارجية التي تستهدف الشعب العربي مشددا على ضرورة التمسك بالمبادئ والهوية العربية وقيم العروبة لمواجهة التحولات التي تشهدها الساحة العربية وأشرح الرئيس الأسد للوفد أبعاد الأزمة في سوريا وثبات الموقف السوري في مواجهته الإرهاب ومن يدعمه إقليميا ودوليا بالتوازي مع الحل السياسي للأزمة ترجمة نانسي قنقر